اشتركوا في القناة ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس غيابات مؤترة في معسكر منتخب المغرب وقرر مفاجئ من وليد راقراجي يخوض منتخب المغرب معسكرا تدريبيا مغلقا يوم الاثنين في مركز محمد السادس لكرة القدم بالرباطة تأهبا للمباراة التي تجمعه بنظره منتخب تنسانيا في الواحد والعشرين من نومبر الحالي في طار الجولة الثانية من التصفيات الافريقي المؤهلة الى نهائية كأس العالم ومن المرجح ان تشهد الحصة التدريبي الاولى لمنتخب اصود الاطلس غياب عدد من اللاعب نظرا الى وصولهم المتأخر عن الموعد المحدد من طرف المدرب وليد راقراجي بالسبب ارتباطهم بمباراة نهاية الاسبوع مع انديتهم الاوروبية وكشف موقع العرب الجديد ان اللاعبين سيتوافدون الى المعسكر التدريبي منذ الاحد وإلى غاية الثلاثة المقبلة اذ من المرجح ان يكون اللاعب الوداد المغربي اخر الملتحقين بمركز محمد السادس وذلك بالسبب خوضهم نهائي بطولة الدور الافريقي ضد موميلودي ساندونس وطلب المدرب وليد راقراجي من جميع اللاعبين الالتحق باكرا بمعسكر منتخب المغرب باستثناء اولئك الذين يخضون المباريات برفقة انديتهم بشكل متأخر كما دعاهم الى الحضور مباشرة الى مركز محمد السادس وعدم زيارة عائلتهم قبل بداية الاستعدادات والجذر بالذكر ان راقراجي طلب من رئيس الجامعة الملكي المغربية لكرة القدم فوز القجعة تقديم مواعد صفر باعتة المنتخب المغربي الى تنزانيا اذ يرهب في الحلول بها باكرا بهدف التأقلم مع اجواء ومناخ مدينة دارة السلام امرا في ضمن تحضير جيد للمباراة تصريح مؤثر من مدرب الوداد بعد الهزيمة ضد ساندونس وخسارة اللقب تأسف عادل رمزي مؤدرب الوداد رياضي عن ضياع لقب الدور الافريقي بعد الخسارة من ماملودي ساندونس الجنوب الافريقي بنتجة هدفين نظيفين في مباراة الاياب وقال رمزي في تصريع سعافي بعد المباراة انه متأسف جدا لضياع اللقب والخسارة بالنتجة المذكورة وان الفريق لم يظهر بالشكل الذي يلعب به دائما مبرزا بان العامل البدني اضطر في مردود اللاعبين في الاياب واضح رمزي انه كان واثقا من التتوجب اللقب الا ان التفاصيل الصغيرة لم تلعب في صالح الوداد وسيتم تدارك ذلك في باقي البطولات التي ينافس عليها سواء محليا او قاريا وهناء الاطار الوطني فريق ماملودي ساندونس على تتوجه بلقب الدور الافريقي مشيدا في الوقت ذاته بما قدمه اللاعب رغم ضيع اللقب وانهزم الوداد في اياب نهائية الدور الافريقي بهدفين نظيفين بعدما كان قد فاز بنتجة هدفين لهدف في لقاء الدهاب سعيد شيبا اشبال الاطلس مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية امام منتخب الاكوادور اكد مدرب المنتخب المغربي لاقل من 17 سنة سعيد شيبا ان الفريق الوطني مطالب بالتحلي بالنجاعة الهجومية امام منتخب الاكوادور من اجل تحقيق الانتصار في مباراته لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى من كأس العالم لهذه الفئة وقال شيبا في تصرح لوكلة المغرب العربي للانباء ان المنتخب الوطني مدعو لتطوير ادائه والتحلي بالنجاعة امام شباك الخصم من اجل الفوز على الفريق الامريكي الجنوبي وضمان التأهل للدور الثاني من هذه المنافسة التي تحتضنها اندونيسيا خلال الفترة الممتدمة بين العاشر من نوابير الى الثاني من دجنبير المقبل واوضح شيبا عقب اخر حصة تدربية للفريق الوطني قبل المبارات التي سيحتضنها غدا الاثنين ملعب جيلوار بونكتوم وبيس وربيا وقال نعرف ما كان من قوات وضع في منتخب الاكوادور الذي يعتمد على لاعبين منسجمين دوي مؤهلات تقنية وبدنية وبخصص الحالة البدنية لاشبال الاطلس بعد الانتصار الذي حققوه يوم الجمعة الماضية على منتخب باناما بهدفين للسفر ابرز الناخب الوطني ان بعض اللاعبين ما زالوا يعانون من العياء في حين نجح اخرون في التعافي بشكل اسرع واضف شيبا انه ما يزال امامنا يوم واحد لاتخاذ القرارة الضرورية للخروج بفريق منسجم وقادر على الدخول بشكل جيد في المبارات وفي السياق نفسه قال لعب الوسط محمد الحموني ان الاكوادور منتخب معتاد على التقس الحار وهو تنفسي وصعب المرس وابرز في تصريح ان المنتخب الامريكي الجنوبي قوي على المستوين التكتيك والنفسي مؤكدا ان اشبال الاطلس يبدلون ما في وسعهم لتحقيق الانتصار ويحتل المنتخب المغربي صدرت ترتيب المجموعة الاولى بثلاث نقاط متبوعا بمنتخب الاكوادور واندينيسيا بنقطة واحدة لكل منهما وتعرف النسخة الحالية من كأس العالم الاقل من 17 سنة مشاركة 24 منتخبا وتجار المباريات في مدن جاكارتا وسورابيا وباندونغ وسوراكتا وإلى جانب المنتخب المغربي يمثل القارة الافريقية في هذه المنافسة منتخبات السينيغال ومالي وبوركي نفاسو امر عبط يفقد رسميته مع مونشستر هونيتد لا يمر الدولي والمغربي السفين امر عبط بافضل فتراته مع فريقه الجديد مونشستر يونيتد بعد ان فقد رسميته في المباريات الاخيرة امر عبط بعد ان منحه المدرب الهولندي ايريكتنهاق عدة فرص في المباريات الاولى لم يلعب اي دقيقة في اخير المواجهة بالدورة الممتاز حيث لازم دكت البودلة الاصبوع الماضي امام فولهام وامس السبت دالوتون فيما لعب جولة واحدة في مباراة كوبنهاق منتصف الاصبوع بدور ابطال اوروبا عدم اشراك امر عبط يأتي رغم غياب البرازي لكازيميرو اذ يفضل المدرب اللعب بايريكسين وماكتوموني او مونت في وسط الميدان حيث انتقدها بولسكوز ناج مولمانيو السابق وقال ان امر بطلعب جيدا في قطع الكرة لكنه لا يبني الهجمات او يساهم في بنائها مع الفريق وترجع تيقة المدرب تينهاق في اللاعب المعار من فيرونتينا منذ مواجهة الذهب امام كوبنهاق في الالترافورد بدور ابطال اوروبا اذ لم يرقه اداء الدولي المغربي واخرجه بين الشوطين وتكرر نفس الامر في مباراة ديابي مونشستر امام السيتي حيث استبدله بين الشوطين كذلك ويطرح فقدان امر رابط لرسمية مشكلة لللاعب وللفريق الوطني قبل اسابيع قليل من انطلاق كأس افراقي للامم بالكودفور علما ان امر رابط غاب عن المعسكرات الاخيرة للمنتخب من ضمنها معسكر اكتوبر الذي لم يحضره بترخيص من الجميع من اجل التركيز مع فريقه بعد تعافيه من اصابة طفيفة على مستوى الظهر هذه ابرز العناوين غيابات مؤثرة في معسكر المنتخب المغربي وقرار مفاجئ من وليد ريقراقي تصريح المؤثر من مدرب الوداد بعد الهزمة ضد ساندهونز وخسارة اللقب سعيد شيبا اشبال الاطلس مطالبون بالتحل بالنجاعة الهجومية امام منتخب الاكوادور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة